موسيقى بنبدأ نتعرف الأول أو نراجع جزء عن المراجعة السابقة عن دروس السابقة اللي أنت خطأ واتفقنا على مبدأ أنت بتعمله طالب الصف الخامس التجاري أنه السنة عنده ممتدة فبالتالي هو بيبدأ أنه هو يراجع الأجزاء الأديمة الأول على أساس أنه هو ما يبدأش ينساها طيب إحنا هنقضي النهاردة نتكلم النهاردة في الحالة بتاعتنا عن المصاري الحريك بس قبل ما نبدأ فيه المصاري الحريك ونبدأ نعرف يعني إيه المصاري الحريك ويعني إيه شبكة الأعمال وشبكة الاتصالات وإيه هي الهدف منها وليه الشركات بتستخدمها وليه المحاسب الإداري بيهتم بشبكة الأعمال هنبدأ الأول نبدأ نعمل جزء ريفرش للمعلومات بتاعتنا المراجعة طيب إحنا الحلقة السابقة كنا مراجعين النسب المالية واخذين النسب المالية وتعرفنا فيها على أهمية النسب المالية والمؤشرات اللي بتقدر تعرفني طبيعة النشاط المستقبلي للشركة بتاعتي وإمتى يبقى فيه نقوص خطر يبدأ تقدر تعرف منه إن فيه مرحلة خطر فتبدأ تعيد الشركة حساباتها تاني وتبدأ تعيد بعض النقاط الأساسية عندها النهاردة هنبدأ بجزء المراجعة الأول وبعد كده هنبدأ ندخل فيه صلب الحالة بتاعتنا عن المصاري الحريقة وزي المتعودين دايما بيبقى معاك وراء وألم وتبدأ تجاوب معايا الأسئلة وتبدأ تسترجع المذاكرة بتاعتك وتبدأ تقيم مذاكرتك والدرس اللي انت فيه عندك مشكلة فيه بتبدأ تعرف إن ده فيه مشكلة فتبدأ ترجع الدرس ده مرة تانية وتبدأ ترجع ولو ألم أول سؤال معنا النهاردة في حلقتنا هو سؤال نظري عن أكمل السؤال الأول معايا النهاردة هو بيقول لي واحد نسبة التداول بتساوي رقم اثنين معدل دوران الناديا بيساوي رقم تلاتة نسبة مجمل الربح إلى المبيعات رقم أربعة هو نسبة الأصول السابتة إلى حقوق الملكية خمسة نسبة الأصول المتداولة إلى الأموال المقتربة بالنسبة لي نسبة التداول من النسب الهامة جدا ودي بتبقى تبع نسب السيولة اللي هي كنا واغدينها عبارة عن الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة معدل دوران النهاردة بتساوي صاف المبيعات على النهاردة زاد الاستثمارات قصيرة الأجل فيه طلبة بيقولوا من كتر النسب بنبدأ نتلخفن أو نبدأ عندنا مشكلة أن النسب نحفظها أو نفتكرها بالنسبة النسب السيولة هي كلها عبارة عن أصول متداولة وخصوم متداولة أغلب نسب السيولة المقام فيها الخصوم متداولة عندك يضبك البسط عندك اللي هو بيكون ما بين الأصول متداولة سواء كنا بناخدها كلها أو ممكن نستسنى منها زي مغزون آخر مدة أو نختار منها بندين الأكثر سيولة زي النائدية والإستثمارات قصيرة الأجل معدلات الدوران سهلة جدا لأن في معدلات الدوران أنت دايما المقام عندك اللي هو جاي من اسم المعدل يعني مثلا معدل دوران النائدية يبقى أنا هنا هقسم على الإيه هنقسم على النائدية زي الإستثمارات قصيرة الأجل في الغالب عندي أن أغلب معدلات الدوران بتعتمد على صافي المبيعات أو تكلفة المبيعات رقم 3 نسبة مجمع الربح إلى المبيعات والنسب الربحية كلها ونسب حقوق الملكية بتبقى سهلة لسبب صغير هي دايما بيبقى في الغالب ان انت عندك الاسم بتقدر تجيب مجمع الربح وتقسمه على المبيعات يبقى النسبة عندك بالنسبة لك واضحة من الاسم يعني انا حتى لو نسيتها ممكن تسترجع بسهولة ان انت عندك تقدر تجيب النسبة من الاسم النسبة اللي هو طالبها يعني انا بقول نسبة مجمع الربحة إلى المبيعات يبقى هنقسم مجمع الربحة على المبيعات نسبة الاصول السابتة إلى حقوق الملكية هيبقى هنقسم الاصول السابتة على حقوق الملكية نسبة الأصول المتدولة إلى الأموال المقترد يبقى هنقسم الأصول المتدولة على الأموال المقتردة وخدنا في الحلقة السابقة عرفنا عن إيه أموال مقتردة واتفقنا أن الأموال المقتردة هي عبارة عن الخصوم السابقة زائد الخصوم المتدولة ده كان السؤال النظري في المراجعة بتاعنا دوقتي هنبدأ ناخد المثال العملي ان احنا نطبق على الجزء العملي عندنا السؤال بتاعي في المراجع بيقول لي هنا هنا عطيك ميزانية ظهرت الميزانية الاعتية لشركة العلاة والمطلوب ان انت تبدأ تحتسب النسب الاصول السابطة عندك اول حاجة العقار 600 الف مليون 150 الف الات 128 الف اساس يبقى مجموعة الاصول السابطة مليون 878 الف الاصول المتدولة عندي مليون 100 الف مغزون 500 الف المدينون وطبعا المدينون هي العملاء او الزمة 150 الف الاوراق المالية والمعصوب الاوراق المالية لاستثمراء قصيرة العجل 302 الف النقدية والنقدية هنا سواء كانت نقدية بالبنك او نقدية بالخزينة يبقى اعطيني حاصل الجمع بتاع الاصول متدولة 2 مليون 52 الف مجموعة الاصول بشكل عام هو عبارة عن مليون 878 زايد 2 مليون 52 الف يبقى 3 مليون 930 الف ده مجموعة الاصول بعد كده اعطاني الجمع الاخر حقوق الملكية هي عبارة عن رأس المال 800 الف الاحتياطي القانوني 60 الف احتياطي عام 100 الف الارباح المحتجزة عندك 240 الف يبقى حقوق الملكية مجموعة مليون ومتين الف الخصوم السابتة هي عبارة عن القروض الطويلة والسندات القروض هنا ب400 الف زايد السندات ب300 الف يبقى مجموعة خصوم السابتة 700 الف الخصوم المتدولة هي عبارة عن داينون بمليون وسبعمل اوراق الدفع 130 الف بنك الساحب على المكشوف ب200 الف مجموعة الخصوم المتدولة 2 مليون و30 الف مجموعة جانب حقوق الملكية والخصوم هو عبارة عن 1 مليون و200 الف زايد 700 الف زايد 2 مليون و30 الف يبقى 3 مليون 930 الف فاذا علمت ان مجموعة للربح هو عبارة عن 500 الف بيمسر 50% من المبيعات الصفية وهنا اعطاني معلومة مفيدة قال لي ان المبيعات كلها اجلة ليه هنا محدد للجزئية دي لان احنا عارفين لما بنيجي نحسم معدلات دوران المدينون بنحتاج فيه مش المبيعات لا احنا بنحتاج فيه المبيعات الاجلة هو هنا اعطاني معلومة وقال هقدر استخدمه في التنمين بشكل عام هنقدر نستخدمه في معدل الدوران المديني رقم اتنين المصاريف الادارية والعملية تماما 30% من المبيعات الصفية هو ليه انا جايب لي الجزئية دي هو هنا جايب لي الجزئية لان صف المبيعات ومجمل الربح وصف الربح مش هيدولك فيه الميزانية العمومية فانت بتحتاج ان انت اجيبه من المعلومات نبدأ نجيبه تميين الحل بتاعنا هنبدأ نجيب المبيعات المبيعات عندي 500 في 50 على 100 بتساوي عندك المليون المصاريف الادارية والعمومية يبقى المليون في 20 في المية ب200 ألف اقدر اجيب منهم صف الربح صف الربح هو عبارة عن مجمل الربح اللي هو كان اعطولك في بداية التنمين 500 هتطرح منه المصاريف الإدارية والعمومية لها 200 ألف يبقى بيديك 300 ألف ده صف الربح يبقى الجزء ده هو جزء تمييد الحال اللي انت بمحتاج تجيبه نبدأ اول نسب عندي هي نسب السيولة واشنا عارفيني نسب السيولة خمس نسب النسب الأولى هي عبارة عن صاف رأس المال العامل وصاف رأس المال العامل عندي بيساوي الأصول المتدولة نقص الخصوم المتدولة هو أنا لازم أن أكتب قانون أو لازم أن تكتب قانون منه النسبة الحاجة التانية بيبقى القانون نفسه فيه أوقات كتير بيبقى عليه درجات فأنت بتكتب القانون وتبدأ تعود عن القانون الصاف رأس المال العامل هو عبارة عن الأصول المتدولة لـ 2.52.000 نقص خصومك المتدولة 2.30.000 يبقى 22.000 نسبة التداول هي عبارة عن الأصول المتدولة على الخصوم المتدولة بتساوي 2.52.000 على 2.30.000 بتساوي 1.1 من 100 إلى 1 النسبة دي بشكل عام معقولة لأنها على الأقل يعني مساوية الوحية في مقابل كل جنيه أنا مطالبة أسدده خلال العام أنا أقدر أدفعه أو نقدر الشركة عندها القدرة أن يتوفر نسبة السيولة بتساوي الأصول السريعة واتفقنا من الحالة السابقة أن الأصول السريعة عندك يعبار عن الأصول المتدولة ناقص مغزون آخر المدة ليه اتفقنا نشيل مغزون آخر المدة لأن البضاعة بتأخد وقت في تصريفها وخصوصا أن أنا لما أحب أبيعها مش عايزة أبيعها بخسارة يبقى لما ألجأ هنا للمغزون يبقى أنا هتناول الأصول السريعة اللي هي عبار عن الأصول متدولة كلها بما عدا المغزون آخر المدة على الخصوم متدولة بتساوي 2.52.000 ناقص 1.100.000 على الخصوم متدولة 2.030.000 بتساوي 6.4 من 10 إلى 1 نسبة السيولة السريعة وهي لو أنا احتاجت أو رجال غريم الدائنين في وقت سريع وأنا محتاجة أن أنا أسدد الديون القصيرة في وقت سريع بلجأ إلى حاجتين النقدية زائد الاستثمارات قصيرة الأجل 302.000 زائد 150.000 على 230.000 بتساوي 22.000 إلى 1 ودي نسبة مش مطمئنة يعني النسبة قليلة جدا معدلات دوران النقدية بتساوي المبيعات السنوية بيجي في الخطوة اللي احنا جبناها في تاميديا لحل اللي هي مليون على النقدية زائد الاستثمارات قصيرة الأجل بتساوي معاك 22.000 من 10 مرة لو احنا لاحظنا حاجة في نسب السيولة لاني نسب السيولة كلها اتكلمة عن جنبين بس هو في الميزانية اعتمدنا على جزئين هو أصولك المتدولة وخصومك المتدولة فتبقى سهل بالنسبة لك ان انت تبدأ تربط نسب السيولة بجنبين فقط عندك في الميزانية انت بتعتمد على أصولك المتدولة والخصوم المتدولة مرة تطرح القصوم متدولة والخصوم متدولة ويديك صف في راس المالي العام المرة التانية بتبدأ تقسمهم على بعض فبيبدأ يدينا نسبة التداول طب المرة التالتة انا عايزة الأقصر سيولة منهم هناخذ القصوم متدولة بس هنخصم منها مغزون اخر المدة على القصوم المتدولة يبقى بيديني نسبة السيولة طب النقدية زاد استثمار قصيرة الأجر على القصوم المتدولة يبقى انت لو لاحظت وانت بتحفظ النسب او بتذاكر عشان تبقى سهلة عليك وما تحسش ان انت بدأت تتلخفن في النسب اربط ان النسب السيولة هي عبارة عن شقين بنعتمد عليهم في الميزانية فقط هو اصولي متدولة وخصومي المتدولة مرة بنترحم مرة بنقسمهم مرة بنستثني جزء صغير منهم مرة بناخد جزئين فقط من القصوم متدولة والمقام عندك هنا يعتبر ثابت ان هو كل المقام بالنسبة لك قصومك المتدولة بالطريقة دي بتبدأ ان انت ما تتلخفنش في النسب طيب بنتناول بعد كده التاني حاجة معي اللي هي بنبدأ نجيب نسب الربحية نسب الربحية الى ايه ونسب الربحية بتبقى سهلة لان هي بتيجي من القانون نوعا ما بتاعها يعني انت لو انت حافظ القانون راس السؤال بتاعك النسبة نفسها تقدر تجيب القانون من غير ما تبدأ تحفظه او تبدأ تنسى تعال تعال نشوف هنقدر نجيب نسب الربحية ازاي وتشوف قارنها مع حلك وشوف كده المراجعة بتاعتك في المذاكرة حط نفسك بوينت على مذاكرة نسبة الربحية بتساوي واحد نسبة مجمع الربحة الى صف المبيعات ده معناه ان انا هاجي اقسم مجمع الربحة على صف المبيعات مجمع الربحة كان اعطوه لي هو في التمرين في بيانات اذا علمت انا 500000 صف المبيعات اللي هو وقدناها بتمهيد الحل بالمليون يبقى بنسبة 50% نسبة مجمع الربح لصف المبيعات طب انا عايز نسبة ادق اقصر فمنقول نسبة صف الربح الى صف المبيعات يبقى طبيعي هنقسم صف الربح على صف المبيعات 300000 على المليون يديني 30% تالت نسبة معنا هي نسبة صف الربح الى حقوق الملكية يبقى هنا تناولنا صف الربح لو انت لاحظت هتلاقي ان نسب الربح بتعتمد في 3 نسب منها على صف الربح الى بقى مرة حقوق صف المبيعات مرة حقوق الملكية مرة مجموع الاصول ومرة واحدة بس خدنا مجمع الربح على صف المبيعات صف الربح الى صف المبيعات بتساوي 300000 على مليون 30% تالت نسبة هي نسبة صف الربح الى حقوق الملكية صف الربح عندي 300000 اللي احنا كنا جايبين وفيه تمهيد الحال على حقوق الملكية هي من ضمن معطياتك في الميزانية العمومية 1.200.000 يبقى بـ 25% نسبة صفر الربح إلى مجمع الأصول بتساوي صفر الربح على مجموعة الأصول 300.000 على 3.930.000 يديني 7.618 في الميزانية ده نسب الربحية بالنسبالي أما نسب النشاط عندي هتبدأ واحد معدل دوران مجموعة الأصول لو أنت أسل بالنسبالك عشان تقدر تركز في النسب احنا اتفقنا أن نسب النشاط عبارة عن كلها معدلات دوران طب معدلات الدوران تقدر تعرفها من اسمها يعني أنا هعرف هقسم عليه المقام بتاعنا بيكون من السؤال بتاع معدل دوران نفسه يعني مثلا معدل دوران مجموعة الأصول يبقى هنا المقام أنا عرفت أن المقام معايا مجموعة الأصول معدل دوران المدينين يبقى أنا هنا هنقسم على المدينين معدل دوران أصول السبتة يعني هنقسم على رسول السبتة معدل دوران المغزون يبقى هنقسم على المغزون يبقى هنا دي طريقة سهلة بالنسبالك عشان تبدأ تعرف بيها لأنه أنتو بتداء وتتلقفينه في النسب النسب كتيرة النسب متشابهة هي النسب مش متشابهة بها. الفجرة كلها انت بتربط آآ النسب بحاجة. يعني آآ معدلات الدوران كلها بتيجي. ان الاسم بتاع احنا بنقسم بنقسم عليه باعة بنقسم المقام. طيب. دايما آآ معدل دوران مجموع الاصول انا بربط المبيعات مع مجموع الاصول. يبقى معدل دوران مجموع الاصول بيساوي عندي ايه? هيساوي عندك صافي المبيعات على مجموع الاصول. وتبدأ بالطريقة دي ان انت آآ هتبدأ آآ تعوض احنا عوضنا عن المبيعات انها المليون احنا كنا جايبين في تمهيد الحال. على مجموع الاصول بتاعتي تلاتة مليون تسعمائة وتلاتين الف. بتساوي معايا خمسة وعشرين من مية مرة. يبقى ده معدل دوران مجموع الاصول. النسبة تانية هنا هتكون معدل دوران المدينيين. معدل دوران المدينيين بيساوي عندك صافي المبيعات الاجلة على اجمال المدينيين. طب صافي المبيعات الاجلة بنجيبها ازاي بيبقى المليون على اجمال المدينيين آآ خمسمائة الف. يبقى بتساوي اتنين مرة. معدل متوسط فترة التحصيل وهي آآ الشركات بيهمها آآ آآ اقيس مدى مستوى آآ آآ ادارة الاقتمان عندي. في مدى تحصيلها لآآ ديون الشركة آآ على العملاء ديون العملاء. فنبدأ نعرف آآ مستوى آآ دارة الاقتمان من آآ مدى قصر فترة التحصيل. وكل ما تكون ادارة التحصيل آآ او الاقتمان نشيطة كل ما بتقل هذه المدة وكل ما بتكون ادارة الاقتمان مهملة او غير نشيطة بتكون المدة دي بتزيد بالنسبة لي. هنبدأ نجيب اجمال المدينيون هنضربهم في تبتمية وستين على صاف المبيعات الاجلة. يبقى خمسمائة الف في تلتمية وستين على المليون بتديني مية وتمانين يوم. نيجي بعد كده معدل دوران الاصول السابتة. معدل دوران الاصول السابتة هو عبارة عن صاف المبيعات على صاف الاصول السابتة. صاف المبيعات كن احنا جايبين وتمييد الحل بالمليون. على اصاف الاصول السابتة اللي هو مليون تمنمية تمانية وسبعين الف. بتساوي معايا تلاتة وخمسين من مية مرة. كده احنا جبنا اول نسب نسب سيولة. بعد كده نسب آآ الربحية ونسب النشاط. اخر نسب هنجيبها في سؤال المراجعة بتاعنا هو نسب حقوق الملكية. طيب نسبة حقوق الملكية عبارة عن ايه? اول حاجة هي نسبة الاموال المقترضة الى حقوق الملكية. لو انت لاحظت انت هتلاقي ان آآ نسب حقوق الملكية كلها عبارة عن متناولة. جزء حقوق الملكية وجزء آآ الخصوم المتدولة والسابتة. وبنربطهم بنوعين من انواع الاصول سواء الاصول السابتة او الاصول المتدولة. طيب انت عندك هنا تلات نسب منها حقوق الملكية هي في المقام. نسبة الاموال المقترضة الى حقوق الملكية. ونسبة الخصوم المتدولة الى حقوق الملكية. والنسبة الاخية نسبة الاصول السابتة الى حقوق الملكية. طيب احنا درسنا في الحلقة السابقة في استفادة ايه هي الاموال المقترضة والتفاق الاموال المقترضة هي عبارة عن خصومك السابتة وخصومك المتدولة. يبقى كلمة الاموال المقترضة مش حاجة واحدة لأ دي حاجتين. خصوم سابتة بالاضافة الى خصوم متدولة. طيب الاموال المقترضة هنا 700 ألف خصوم سبتة زائد 2 مليون و30 ألف خصوم متدولة على حقوق الملكية 1 مليون و200 ألف جنيه بتساوي 2.2 من 10 إلى 1 النسبة دي بتعني أن في مقابل كل جنيه مملوك للشركة من حقوق الملكية هي بتمول الشركة وبتمول أنشطاتها مرتين و2 من 10 بأموال الغير دي نسبة كبيرة ده معناه أن هي بتخاطر بأموال غير أكتر من أموال الملاك الأساسيين للشركة النسبة التانية هي نسبة الخصوم متدولة إلى حقوق الملكية ده معناه أن خصوم متدولة 700 ألف على حقوق الملكية بتاعت 1.2 مليون و200 ألف يبقى بتساوي 58% يعني بيعتمد بنسبة القروض القصيرة للأجل بنسبة 58% نسبة الأصول المتدولة إلى الأموال المقتردة هتبقى 2.52 مليون أصولها كمتدولة على مجموعة الأموال المقتردة بتساوي معايا نسبة 75% نسبة الأصول السابتة إلى حقوق الملكية وهي مدى استثمار الشركة في الأصول الرأس المالية الأصول السابتة 1.878 ألف على حقوق الملكية 1.2 مليون 1.2 ألف بتساوي 156.156 في المية ودي نسبة كبيرة بالشكل ده راح نكون رجعنا الأجزاء من الحلقة السابقة اللي هي كانت أجزاء النسب واتفعنا أن النسب هي عبارة عن مؤشرات مهمة جدا الشركة بتبدأ تستمت منها مدى تقدم الشركة مدى ربحيتها مدى السيولة بتبدأ تعرف منها مؤشرات خطيرة تبدأ من خلال هذه المؤشرات أنها تبدأ تتناول تاني تشوف إيه القصور في الشركة عندها وتبدأ تحسن من هذه المؤشرات ده اللي احنا درسناه في الحلقة السابقة اللي هي الحلقة الخاصة بالنسب وإحنا زي ما انت متفقين من بداية العام أن طالب الصف الخامس لازم يعمل ريفرش المعلومات بتاعته القديمة فلازم كل ما تيجي تذاكر تذاكر الجزئيات القديمة الأول بعد كده تبدأ في يعني تخصص حتى ربع ساعة من وقت المذاكرة بتاعتك في المادة اللي انت بتذاكرها تخصصها لمراجعة الجزء القديم لأنك انت طالب سنة ممتدة وبعد كده تبدأ في مذاكرة الشكل الجديد أو الدرس الجديد الدرسنا النهاردة هنتكلم عن المصاري الحرك وهنبدأ نتعرف فيه يعني ايه مصاري حرك هنبدأ نعرف فيه حاجة اسمها شبكة الأعمال وشبكة الاتصالات ويعني ايه شبكة اتصالات يعني ايه حدث يعني ايه نشاط يعني ايه مجموعة من الأوقات اللي الشركات بتتناولها الشركات بتتفق على عقود بتحدد في العقوب بتاعتها وقت محدد لتنفيذ أعمالها في حالة مخالفة الشركة للوقت المحدد في العقود بتتعرض الشركة إلى غرامات تعويضات تبدأ تعوض تبدأ ايضا تتعرض سمعة الشركة لخطر انها لا تلتزم بالمواعيد بتاعتها طيب هل الشركات بتتفق على المواعيد بشكل عشوائي؟ لا طبعا مش بشكل عشوائي ده بيكون بشكل مدروسي بشكل مدروسي ازاي؟ عن طريق رسم شبكة الأعمال او شبكة الاتصال وبنبدأ نختار فيها اكبر وقت ممكن انفذ المشروع خلاله يعني زي انت ما بسهلا بتذاكر مادة او انت عايز تراجع مجموعة مواد طيب انت عايز تحديد لنفسك وقت محدد لمراجعة المواد دي عشان الامتحانات بتاع نهاية العام بتبدأ تشوف كذا خطة الخطة دي بتاقض كذا مصار الكذا مصار ده بتبدأ تحسب الوقت فيه وتبدأ تعرف تحدد انت اطول وقت ممكن تنفس فيه خطتك للمراكعة الشركات بتعمل نفس الفكرة الشركات بتبدأ تشوف نفس المصارات والانشطة اللي هي عايزة توصل لها ووقت النشاط ده بيستغرق كام من الوقت وتبدأ تختار اكبر وقت من تنفيذ المشروع المصار ده احنا بنسميه المصار الحرك اللي هو اطول وقت ممكن يتنفس فيه المشروع طيب ليه بنختار اطول وقت بنختارش اقصر وقت اطول وقت لاني ده بدل الشركة بتاعتي اكبر وقت واكتر فرصة ان هي تحقق الغرض او تنفذ المشروع خلاله يبقى بدل نفسي براح والله خلصت قبل الوقت تمام ما خلصش قبل الوقت يبقى انا عطشة فرصة كبيرة نفسي ان انا انفس فيه هنتعرف في الحلقة بتاع النهار ده على انواع الوقت اه اه اين مقصوب بالاوقات المختلفة بالنسباني المقصوب بالمصار الحرك بس اول حاجة هنتبدأ نتعلم فيها ايه هو المصار الحرك اصلا المصار الحرك هو اكبر وقت يتطلبوا اه المشروع في شبكة الاعمال يبقى هو اكبر وقت ممكن في شبكة الاعمال طيب يبقى شبكة ال؟ Prison احنا تنولنا كل من شبكة اتصالات يعني اين شبكة اتصالات شبكة الاتصالات قبل ما نبدأ نعرف المفهوم بتاعها عايز اعرف احنا بنستخدم اصلا شبكة اتصال او شبكة الاعمال وبرسم ليه شبكة الاعمال من ضمن الاعمال اللي احنا بنستخدم فيها شبكة الاعمال بتاعتي اول حاجة هي اعمال انشاءات والتنفيذ اللي هي المباني المأولات الاعمال الخلصانة دي كلها بيبقى ليها اوقات فبقى دائما متفاقين على مواعي التسليم فلازم ان نحسب كل مشروع من كل نشاط من الانشطة من صب المونة من مثلا من الاساس من البنى من الدهان كله دي بيتطلب دي انشطة لازم نحسب كل نشاط فيهم هيبدأ ياخد وقت قديع عشان نبدأ اتفق مع العملة عندي على الوقت اللي لازم لانا هنفزهم فيه المشروع ايضا من ضمن الاعمال او الاستخدامات المهمة اعمال الصيانة ايضا اعمال بناء السفن والترسانة البحرية ايضا من ضمنهم برامج الفضاء دي برامج الفضاء بتحدد بشكل كبير جدا الوقت لانه بتعتمد عليه عمليات التعدين من استخراج المعادن والبترول وهكذا كل الاعمال دي بتنستخدم فيها شبكة الاعمال وانت كطالب ممكن تستخدمها ايضا وده ممكن نستخدم المواد اللي احنا بندرسها بشكل عملي في الواقع العملي بتاعه طب في احدا عندي اسمها الحدث يعني ايه حدث؟ الحدث هو بيرمز له بالرمز او او بالديرة بيعبر عنه برقم يبقى انا بعمل زي ما هنغض في شكل عملي وهنعرف احنا بنربز للرمز الحدث بشكل الديرة شكل الديرة ده بياخد عندي رقم الرقم ده هو عبارة عن مرحلة انجاز عمل انا انجزتها او انتهيت من نشاط سابق وبداية نشاط حالي الديرة او الحدث هي ليست قيام بعمل فعلي هي مجرد حدث انا انتهيت منه يعني حدث بربطني بحدث اخر وليست نشاط ما بيستغرقش وقت فما فيوش اوقات فيه تمام؟ يبقى ده تعريف الحدث طيب ايه هو النشاط؟ النشاط احنا بنرمزه ليه في شبكة الاعمال بتاعتي او شبكة الاتصال بالسعم يبقى بنرمز لهم برمز ايه؟ سعم وفي السعم هنا هو اللي بيستغرق وقت وبيستغرق جهد وبيستغرق مال يبقى احنا بنرمز ليه؟ الحد للنشاط بشكل سعم السعم ده هو عندي اللي بيستغرق الوقت والجهد والماء وهو مرحلة القيام بعمل فعلي يبقى عكس الحدث الحدث مجرد انه بيربطني من حدث لحدث ما بيستغرقش لوقت هو مرحلة انجاز مهمة وتليها مهمة بنرمز لها مجرد بدايرة وبنديها ارقام لكن النشاط هو القيام الفعلي بالمهمة دي وانجاز الاعمال وهو ده اللي بيربط ما بين الحدث وحدث تمام؟ طيب نيجي بعد كده نتعرف على شبكة الاتصال شبكة الاتصال هي عبارة عن ايه؟ شبكة الاتصال عندي قال لي هي عبارة عن بيان العلاقة ما بين الاحداث والانشطة اللي بتتربط بينهم بتتابع منطقي يبقى احنا اتفقنا احنا عندنا حدث بنعبر عنه بدايرة عندي نشاط بنعبر عنه بسهم العلاقة ما بين الحدث الدايرة دي والنشاط اللي هو السهم ده احنا بنسميها شبكة الاعمال هي بتبين العلاقة ما بينهم اللي بيتم هذه العلاقة في تتابع منطقي ما بين الحدث الاول الحدث التاني الحدث التات وهكذا هي بقى دي المقصود بشبكة الاتصالات يبقى تاني شبكة الاتصال هي عبارة عن ايه؟ هي بيان العلاقة ما بين الأحداث والأنشطة اللي بتربط عندي ما بينهما بتتابع منطقة طيب نيجي عندي ثلاث مفاهيم للوقت بنستخدمهم كويس قوي في درس المصاري الحارق ولازم نعرفهم كويس جدا لأنه كمان في سؤال أساسي عليهم وده بنتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله في حاجة اسمها الوقت المتفائل حاجة اسمها الوقت المتشام حاجة اسمها الوقت الأكثر احتمالا إيه هو الوقت المتفائل؟ الوقت المتفائل هو أقل وقت يمكن تنفيذ النشاط خلاله يعني لو ضربنا مثال مبسط شوية أقدر أقولك أنت تقدر تذاكر أو تخلص المادة بتاعتك في قد إيه فأنت متفائل جدا تقولي في ساعتين أقدر أخلص المادة كلها الوقت ده غير منطقي إن أنت تخلص مراجعة مادة كاملة تضم العام كامل في ساعتين بحل التمارين بتاعتها بمرزاكرتها بمراجعتها يبقى ده وقت إيه أقل وقت ممكن تنفيذ المشروع خلاله بيكون وقت متفائل عشان كامل يقوم متفائل الوقت المتشائم هو عكس الوقت المتفائل هو بيمثل أطول وقت لإتمام النشاط أنا بمع متشائم أو لا وشايف أن المشروع يعني أنا ممكن مذاكرتي أو مراجعتها لما ده لا تاخد أسبوع يبقى أنه وقت متشائم عندك هو أطول وقت لإتمام النشاط وده بفرض أن الظروف غير مواتية الوقت الأكثر احتمالا أو الأكثر توقعا بقى الأكثر احتمالا هو بيمثل الوقت أقل من المتشائم لا ده أنا وقت أكثر منطقي بقى لا ده أنا بيكون أقل من المتشائم وأكبر من المتفائل وهو ده اللي بيعتبر أقصر التأديرات وقعية بالنسبة يعني لو أنا عندي مثلا شايف أن أنا أخلص في أسبوعين ده الوقت المتفائل الوقت المتشائم لا شايف أن أنا أخلص في سبع أسابيع الوقت الأقصر احتمالاً هيكون في الغالب ما بين أربع أسابيع إنه هيكون عندك أكبر من المتفايل وأقل من المتشاعل الوقت أو المسمى الأوقات هنا مهم جداً وفيه مهم جداً لأنه كمان بيكون عليه سؤال أنت ممكن تحسب فيه الوقت مش بيجيلك جاهز فلازم أن تعرف الفرق ما بين الثلاثة نيجي بقى إحنا غدنا تنورنا شبكة الأعمال بالشكل العام بتاعها لو هناخد مثال وزي ما إحنا متعودين دايماً أنت معك ورقة أو قلم تبدأ تكتب المثال بي بتبقى مركز معايا جداً في المثال الأول اللي أنا بشرحه الأول مرة بتبدأ تشوف خطوات الحل بتاعتنا بنيجي بعد كده ببدأ معاك مثال توضيحي آخر بتبدأ أنت تحلو في نفس التوقيت معايا عشان تبدأ تشوف مدى قدرة استعابك للتمرين ومدى استفدتك من الطريقة الأولى للحل بعد كده بديك مثال تالت اللي أنت بتبدأ تحلو تبدأ تبعوطهن على القناة الرسمية لقناة التعليم الفني سواء على صفحة الفيسبوك للتعليم الفني أو بتشوف الحلقة الثانية أو تابعة على قناة اليوتيوب أو بتشوفها من خلال قناة ناير التعليمي للتعليم القيم الفني طيب المثال الأول معنا وورايتك وألمك وابدأ اكتب معايا المثال المثال بيقول لي جمعة البيانات اللي قاتي عن عنشطة أحدى المشروعات النشاط واعطاني أربع عنشطة النشاط ألف النشاط ب النشاط جيم النشاط دال والنشاط ه المسارات عندي أول مسار إنه النشاط ألف هيبدأ بالحدث الأول وينتهي عند الحدث الثاني ب هيبدأ من الحدث الثاني وينتهي عند الحدث الثالث النشاط جين هيبدأ من الحدث الثاني وينتهي عند الحدث الرابع النشاط دال هيبدأ من الحدث الثالث وينتهي عند الحدث الرابع النشاط هي بيبدأ من الحدث الرابع وينتهي عند الحدث الخامس أنا كده عرفت أن عندي كام حدث أو كام دايلة تترسم خمسة عرفتها منين هو أكبر رقم في المسارات يبقى أنا كده عرفت أن لأن إحنا قلنا تسلط منطق وأدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس بعد كده الزمن ستة خمسة ستة تمانية تلاتة طالب منك هو ان انت تبدأ ترسم شبكة الاعمال تبدأ تحدد المصاري الحرك والوقت اللازم لانتهاء المشروع طب هنبدأ نرسم ازاي شبكة الاعمال الخطوة الاولى بنبدأ نرسم دواير احنا اتفعنا هنا ان انا هرسم كم دايرة خمسة طيب احنا نرسمنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في اي اتجاه انت عايز ترسمه نيجي بعد كده بنبدأ نربط الانشطة يعني مثلا نبدأ النشاط الاول النشاط الف نشاط الف بيبدأ بالحادث الاول وانتهاء عند الحادث التاني يبقى النشاط الف هيبدأ يربط لي واحد باتنين يبقى انا ربطت الدايرة الاولى بالدايرة التانية عن طريق الف والوقت اللازم لها ستة نيجي بعد كده رقم به به هتربط ما بين الحادثين اتنين وتلاتة طب ما بين اتنين وتلاتة ربطنا ما بين اتنين وتلاتة والوقت اللازم لتنفيذ به هو خمسة نيجي بعد كده النشاط جيم النشاط جيم هيربط ما بين حادثين الحادث اتنين والحادث اربعة يبقى بنربط بنربط الدايرة اتنين بالدايرة اربعة عن طريق النشاط جيم اللي هو بيستغرق ست أسابية نيجي بعد كده النشاط دال والنشاط دال هيربط ما بين الحدث ثلاثة والحدث أربعة ما بين الحدث ثلاثة والحدث أربعة فبنبدأ نرسب السه اللي هو النشاط بيوصل ثلاثة بأربعة اللي هو الوقت اللازم ليه تمانية نيجي بعد كده آخر نشاط هو النشاط ه والنشاط ه عندي ما يريبط ما بين حدثين هو الحدث الرابع والحدث الخامس طيب واللي هو الوقت اللازم ليه تلاتة انا كده رسمت شبكة الاعمال لازم ان نبدأ نحسب الوقت وحنا عندنا وقتين في وقت مبكر ووقت متأخر الوقت المبكر بيبدأ بداية من الحدث الاول بنرمز ليه بالرقم سفر ونبدأ ناخد تتابع منطقي بنجمع الرقم اللي في الحدث زاد النشاط عشان يديني الرقم الحدث التالي وبعد كده بنجمعه طيب لو فيه حدثين يعني فيه نشاطين مشتركين لحدث واحد هنبدأ ناخد منهم الكبير الوقت المتأخر بنعمل حلقة عكسية بنرجع من آخر حدث وبنترح مش بنجمع ونبدأ ناخد اقل وقت لو فيه حالة حدث متشابق او حدثين مربطين هنبدأ هنا من سفر وستة يبقى ستة بعد كده ستة وخمسة حداشر بعد كده حداشر وتمانية حداشر وتمانية تسعتاشر وفيه حدث متشابه تاني ستة وستة تناشر لأ يبقى احنا ناخد تسعتاشر نيجي بعد كده تسعتاشر وتلاتة يبقى تنين وعشرين نبدأ نرجع بشكل عكسي اتنين وعشرين ناقص تلاتة يبقى تسعتاشر بعد كده تسعتاشر ناقص تمانية حداشر حداشر ناقص خمسة ستة تسعتاشر ناقص ستة هنا في دايرة هنقض طبعا الرقم الاصغر يبقى هنقض ستة ستة ناقص ستة تديني سفر آخر مرحلة معايا بنبدأ نطلع المصارات بتاعتي المصارع عندي هنا اللي وصلني ألف به دال هي الوقت اللازم ليه ستة زائد خمسة زائد تمانية زائد ثلاثة اللي هي أرقام العوقات تديني 22 المصاري التاني ألف وجيم وهي بتديني ستة زائد ستة زائد تلاتة بتساوي تسعتاشر المصاري الحارج عندك هو هيكون المصار اللي هو أطول وقت ممكن اللي هو المصاري ديني 22 أسبوع لو انت لاحظت هتلاقيين هو في آخر دايرة يبقى المصاري الحارج هو ألف دال هي الوقت اللي لازم تنفيذ المشروع عندك هو 22 أسبوع كده احنا حلنا تمريننا آخر تمرين معاك اللي هو تمرين للحل انت تبدأ تحله وتبدأ تبعثلي الإجابات بتاعتك أعطاك النشاط ألف المصاري بتاعي واحد إلى اتنين بتلاتة النشاط به اتنين إلى تلاتة بخمسة النشاط جيم اتنين إلى أربعة باربعة النشاط دال من تلاتة لأربعة بستة النشاط هي من أربعة لخمسة باتنين هو طالب منك رسم شبكة الأعمال وتحديد المصاري الحارج والوقت اللي لازم للانتهاء من المشروع في حالة النهاردة احنا تناولنا فيها المصاري الحارج تعريف شبكة الأعمال وشبكة الاتصال في استخدام أنا بقدر استخدمهم فيه أهميتهم القبرى في تحديد الوقت اللي لازم تنفيذ المشاريع في الحلقة القادمة إن شاء الله هنبدأ أعلمك تطبيقات عملية أكتر وإزاي نبدأ نحسب الوقت لو هو مش عاطيني الزمن هنا في التمارين المصغرة نعطي تعالق اديتك الوقت محسوب لكن في القادم إن شاء الله هيكون الوقت أنت إن شاء الله ماشيتي اللي أنت اللي هتبدأ تحسن إلى اللقاء القادم إن شاء الله وهو حلقة قادمة للحلقة القادمة إن شاء الله